اقتصاد السوق الاجتماعي كان الهدف منه بشكل كتير كبير انه تعزيز وجود القطاع الخاص اكتر بالاقتصاد السوري الخطة الخمسية العاشرة كان منقصها كتير مقومات مجلس الشعب ما عنده امكانيات ليعمل دراسات اللي عنده امكانيات ليعملوا دراسات هن الوزارات العلة بالقرارات اللي هي عم تكون خبطة عشواء يعني كل قرار قرار من هون قرار من هون تفسير انه اولا ما نعمل دراسة كاملة للقرار وقت اللي صدر عن اليات تنفيذه عن تمويله كيف ده يتمول وكيف اليات تنفيذه انا بقدر اكد لك انه ما في فرن مستقيم ما في محطة وقود مستقيمة اتحدى محطة الوقود بالعمول اللي يوم بضى وبناء على الحساب التكاليف وهذا معمول بوزارة التجارة ده عاملين حساب التكاليف يعني ما عم جيبها من عندي خاسر طيب معناته انا عم قل له سروق موضوع التسعير اللي هي كتير صعب حاليا مو صعب مو انه لازم نطلع من التسعير يعني انا مالي مع اللي بيقولوا انه لازم الدولة تسحب ايدها وتترك المنافسة هذا الكلام فاضي مو ببلاد مثل بلادنا حقيقة من فترة تعودة هذا الموسم لل13 في المختار عم نختار مواضيع ممكن تكون منة يومية يعني بعض الناس عم تقول لك هي منة مواضيع معاشة يومية يعني عدا القسم الاول في الحلقة ولكن في القسم الثاني من الحلقة عم نحاول نتناول مواضيع العلاقة بالمجتمع بالاقتصاد وبالرؤى وبالاستراتيجيات وبالافكار وبالمدى الطويل وليس يعني الاشياء اليومية احد العنوين اللي اخترناها للناقشة ورح نبداها اليوم وممكن تستمر على عدة حلقات باختلاف الضيوف واختصاصاتهم كموضوع هوية الاقتصاد السوري عندما يحدد اقتصاد ما او تحدد هوية اقتصاد ما تحدد كل السياسات والاستراتيجيات التي ترسم من قبل الحكومة او تشرع من قبل البرلمانات فهل لدينا اقتصاد واضح المعالم هل نحن ننتمي الى مدرسة اقتصادية محددة ام اقتصادنا متغير ومتبدل وفيه من كل شيء وما هو الوضع الاقتصادي الامثل لسوريا في الفترة الحالية وفي الفترة المقبلة وهل يتم العمل على هذا الموضوع اول ضيفة حاستقبل في هذا الملف ضيفتنا الخبيرة الاقتصادية وزيرة الاقتصاد والسياحة السابقة دكتورة لمي عاصي شرفتيني دكتورة لمي أهلا وسهلا فيك سهلا فيكم شكرا على استضافة شرفتي دكتورة يقال انه الاقتصاد السوري من واضح المعالم ما في هوية ترسمه هل هذا دقيق؟ اليوم يعني بتقييمنا لو الوضع الاقتصادي حاليا او يعني بعد سنوات بعد الازمة طبعا دقيق لانه هو الاقتصاد انه متأرجح بين هويات مختلفة هلا اذا حكينا عن الاقتصاد السوري بشكل عام فتاريخيا معروف انه كان في تدخل كتير كبير للدولة سنوات التمانينات وتسعينات يعني كتير كان في تدخل للدولة يعني فينا نقول عن هذه المرحلة انه كان نظامنا اشتراكي من قياس؟ اقتصادنا الشبه اشتراكي مو اشتراكي كامل لانه في كمان كان دور للقطاع الخاص القطاع المشترك كان فيه هيك يعني قطاعات تانية فيه فيه جزء من العمل الخاص فيه جزء من الاشياء اللي هي من سمات يعني الاقتصاد الحر بس اليوم بالفين وخمسة بآخر الفين وخمسة بدأ التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل رسمي يعني حصل تكليف من مؤتمر الحزب البعث العرب الاشتراكي للحكومة بتوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وهو بشكل مختلف تماما عن النهج الاقتصادي السابق الاقتصاد السوق الاجتماعي كان الهدف منه بشكل كتير كبير انه تعزيز وجود القطاع الخاص اكتر بالاقتصاد السوري بس اليوم اللي صار اللي صار انه تم يعني اختزال او اختصار اقتصاد السوق الاجتماعي لا فقط انفتاح تجاري والانفتاح التجاري كان يعني انفتاح الغارب لدرجة انه غزة السلع الصينية والتركية والاسيوية غزة اسواقنا وتتراجع كتير الانتاج المحلي فسكرت الاف الورش والشركات والمعامل الصغيرة كلها تسكرت وتحولت للاسيرات وهذا شي مؤزي يعني مؤزي الاقتصاد بشكل عام ولكن ما زالك كتير لقوا في ناس لقوا انه هذا فرصة يعني حضرتك دكتورة بتوافقي على ما قيل عن الخطة الخمسية العاشرة انه صحيح انه هي حسنت مؤشرات النمو الاقتصادي ولكن النمو الاجتماعي ما قدرت تتحسنه الخطة الخمسية العاشرة كان بنقصه كتير كتير مقاومات اول اول مقاومات اللي كان نقصه انه هي صح خطة لتبني اقتصاد السوق ولكن خطة ينقصها اول شي يعني حساب التكلفة يعني تكلفة الانتقال لاقتصاد السوق الاجتماعي او تكلفة الخطة الخمسية العاشرة خليني اقول انه كانت بحدود تكلفة يعني بتقصدي تبعات ام تكلفة لا لا تمويل هو بحاجة لتمويل حتى تنفذ ما بيكفر حط الخطة ككلام على الوراء بحاجة لانه حتى نحسن وضع الاقتصاد السوري بحاجة لتمويل بحاجة لكتير بشريع بحاجة لكتير مؤسسات جديدة بحاجة لكتير تأهيل بحاجة لكل مشاريع الخطة لان وضعت فقط مع انه الخطة غير متكاملة بنقصها كتير اشياء هلأ بقولها بس هي الخطة كانت انه تكلفتها بوضعها اللي هي نحطت فيه بوقتها بحدود 34 مليار دولار وهذا الرقم كتير دقيق وبيعرفوه حقيقة تخطيط الدولة انه 34 مليار دولار ما نقال انه هدول كيف دونيجو كيف دوني مولو الخطة كيف ممكن ان نعزز موارد معينة لحتى تكون الخطة قابلة للتنفيذ والحياة لذلك انه تم اختصار الخطة الخمسية العاشرة او التحول نحو اقتصاد السوق لمجرد انفتاح تجاري يعني سماح باستيراد كل شيء كل شيء انفتح الباب على الغارب وخصوصا اللي بعدين صارت هلأ انطبقت الخطة الخمسية العاشرة باول 2006 ب2007 تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فزودت زودت المشاكل صار كل شيء بالبلاد هو عبارة عن منتجات تركية اوصينية اسوية وهذا رافقه كتير تضاؤل وانكماش الانتاج المحلي واغلاق كتير من الوراش وزادت كتير معدلات البطالة يعني هذا اللي حكي لانه معمل بيكون عام يشغل فردا بيقصى بي اصغر للحدود بيكون عام يشغل عشرة تحول تحول صاحب المعمل السيراد صار بيقدر يشتغل لحاله هو واحد تاني مثلا ففي تسعة راحوا بطالة راحوا على يعني ما عندون ما عندون اي شغل كانوا ينجوا هاي السلاع كانت مباع كانت تعمل دورات اقتصادية كل هذا اللي حكي صار انه لصالح الاستيراد انه تقلص وصار انه معدوم مو بسا ضعيف دكتور رلمية حضرتك كوزيرة سابقة عندما كنتم في الحكومة سواء لما كنتم حضرتك وزيرة اقتصاد او وزيرة سياحة حتى لما كنتم في تجربتك السابقة كسفيرة لسوريا في ماليزيا لعدة سنوات وانت كنتم شاهد على التحول الاقتصادي اللي عاشته ماليزيا ايضا والنهوض اللي عاشته ولكن سؤالي هل كانت الحكومة الحكومات السابقة تخطط لمشاريعها او استراتيجياتها بناء على تعريف واضح للاقتصاد هو الحقيقة اللي ممكن اقول شي غريب كتير انه يعني موضوعات تخطيط وموضوعات دراسات هو الحقيقة ضعيف كتير وقد يكون غائب عن معظم القرارات الاقتصادية يعني مثلا مثال انه لما بدنا سوريا تنضم للشراكة الاوروبية السورية الاوروبية هي الشراكة يعني عبارة عن تحدي كتير كبير لكل الفعاليات الاقتصادية وخصوصا انه الشراكة السورية الاوروبية كانت بتضم السلع والخدمات يعني مو بس السلع تحرير السلع والخدمات بوزارة الاقتصاد ما كان في دراسة واحدة لكل لموضوع الشراكة او تأثير هذا الانفتاح التجاري على العالم الاوروبي اللي هو دول الاتحاد الاوروبي كتير قوي كتير اقتصاد قوي وانتاجه كتير قوي ما نعمل ولا دراسة كيف انعكاس هذه الانضمام للشراكة بدي يكون على الاقتصاد السوري او على الناس السوريين يزلك يعني اذا ما حطينا باعتبارنا انعكاسات اقتصادية لاي شي بنا نعمله كيف بدي يكون الانعكاس الاقتصادي على رجل الشارع على رجل الحقل على رجل المصنع كيف بدي تنعكس هي على اللقمة عيش الناس ما منوصل ولا لمحل ما كان ينحكلك كلام في الحكومة في الخلصات في مجلس الشعب كنته تحضروا مجلس الشعب كاني مجلس الشعب ما عنده امكانيات ليعمل دراسات ل Recogn امكانيات ليعملوا دراسات هن الوزارات كانوا بوقتها عندهم امكانيات ليعملوا دراسات ولكن ما يسألك ما كان يتم هادة الدراسة كانت انه حاليا ما بعرف حاليا ما بعرف بس انا يعني حسب القرارات اللي عم تطلع والتخبط اللي عم بصير يعني من الغاء القرار او التريس بتنفيذه هو يعني بشير لانه ما في دراسات متكاملة لهالموضوع يعني كتير كتير الدراسة لازم تكون كتير متكاملة ووافية مو انه مجموعة وراء ومجموعة وراء وفيها العامل الشخصي انه نحنا ازا مع القرار منحط الدراسة اللي بتأيد كلامنا لا مو هيك الدراسة لازم بتكون موضوعية ولازم تكون حيادية ويقوم في يد طرف حيادية اصلا ما نو صاحب قرار هوه طيب دكتورة بنظرة مرة كانت حكومية ومرة الان اجتماعية ما هو الافضل برأي حضرتك للمجتمع السوري اقتصاديا هلا الافضل اقتصاديا ما في دهج معين اليوم الافضل اقتصاديا اليوم متل ما انك شايف الاسواق يعني بحالة فوضى وبحالة تخبط وبحالة انه ما حدا ما حدا متطمن في زعزعة بالاستقرار وفي زعزعة بالثقة يعني اليوم ما حدا عنده ثقة انه الميت لير اللي بجيبته اليوم بتقدر تشتري له بكرة متل ما عم تشتري له اليوم اليوم ازا ازا كان الميت الف عم تشتري يعني سلة صغيرة يمكن عنده شعور الناس عندهم شعور انه هالميت الف ما عد تشتري له نفس السلة الصغيرة اللي اليوم عم ياخدوها فهي هي كمان انه بتعمل كلمة له يعني متل كرة السلج يعني كل مالة بتكبره بتتضخم وبتزيد بشكل انه يعني الناس اليوم محترى شو تعمل اليوم الناس محترى شو تعمل انه كتير ناس عايشين على المدخرات او على الحوالات الخارجية او على بيع اصول عندهم او او على كف يعني كتير عم تعاني من كفاف يومون يعني فهذا الوضع اليوم انه نقول شو احسن شي العلة مو بالنهج الاقتصادي اللي نحنا عم ناخدو العلة بالقرارات اللي هي عم تكون خبطة عشواء يعني كل كل قرار قرار من هون قرار من هون انا رح احكي مثال حتى ما يكون حكي كتير نظري رح احكي مثال انه كان في قرار في قانون مرسوم تشريعي طلع بشهر تسعة الفين الفين واحد وعشرين الفين وتن وعشرين مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي طلع للحوافز التشريعي نعم ونعمله لجان ودراسات ونطبلة الدنيا فيه انه هو رح يحسن شوي موضوع يعني القدرة الشرائية عند الناس تسوق له انه هيك انه نحنا بنعطي الناس على قد ما هنين بينشو يعني ما بنساوي بالراتب او بالدخل بين الناس ما عم يشتغلوا وبين الناس عم يشتغلوا اوكي هذا الحكي من حيث المبدأ كتير منح بس اليوم بعد سنة ونص تقريبا من من صدور هالمرسوم الرئاسي اللي هو بمسابة قانون طلب انه طلع قرار صغير كتير من رئيس مجلس وزراء انه للتريوس طيب يعني كلمة للتريوس معناها انه حرمت يعني يعني مو الفات ملايين الناس من انه تتحسن قدرتهم شرائية من انه يقدروا يعني يعيشوا حياة كريمة متل ما لازم يعني او متل ما هنين المفروض شو تفسير حضرتك لهذا التريوس التفسير انه اولا ما نعمل دراسة كاملة للقرار وقت اللي صدر عن آليات تنفيذه عن آآ آآ تمويله كيف كيف ده يتمويله وكيف آليات تنفيذه هلأ في في كتير آآ آآ نقاط يعني شوائب بتشوب العملية التنفيذية لالو لانه في اعتماد كتير على العنصر بشري عنصر بشري اساسي اللي جان المركزية الفرعية المدري ايش ايش كل ياته بشار كل ياته بشار فما نعد قيم الناس رح يخضع للعلاقات العلاقات الشخصية والامزجة الشخصية اضافة لانه في مهان ما ممكن قياس قياس الانتاجيته في مهان فكرية في مهان آآ يعني ما ممكن ما في منتاج مات دي تحسيني مو انتاج يعني مثلا مو عم تنتج انت ماشلا حتى بتقيس كم متر بانتاج الشخص او عم تقيس عم تنتج سلعة تقيس تقيس كم سلعة عم تصير بالاخير بالاخير الحل الامثال كان لهذا الموضوع انه قرار صغير ثلاث اربعة صور انه التريوس توجيه لمن يلزم التريوس كيف هذا الحكيم بيصير هذا دليل على انه في دراسة ما نعملت قبل ما يصدر القرار لا عن آليات التنفيذ امكانيات التنفيذ والتمويل طيب بالوضع الحالي قلت يا حضرتك المشكلة ليست في هوية الاقتصاد ولكن المشكلة لما بيطلع بتخبط القرارات يعني بشكل اساسي ولكن الدول عندما تبني يعني للمستقبل تتحدث عن المستقبل لا تمشي وفق مسار اقتصادي واضح بتكون عارفة هي شو الهدف يلي بدي تسعاله سواء على القطاع العام سواء على القطاع الخاص غير ذلك هل هذا موجود لدينا دكتورة؟ نحن نعرف ما نوع الاقتصاد الذي نسعى باتجاهه؟ ما نوع العلاقات الاقتصادية اللي بتحكم هذا المجتمع؟ الحقيقة انه ما نعمل شي اسمه خارط الطريق يعني ما نعمل رؤية الاقتصاد السوري كيف هلأ وضعه وكيف رح يكون او كيف لازم يمشي؟ بالاخير انه لما في غياب هادي الرؤية وفي غياب خارط الطريق واضحة منتوقع انه هيك قرار من الشرق وخطوة من الغرب وفي عملية تضارب وفي عملية عشوائية بالتنفيذ وفي عملية تجريب كتير كبيرة عم تصير اليوم انه منجرب هذا القرار منجربه هلأ شوف المصرف المركزي بيطلع قرار اليوم وبيلغي بكرة بيطلع قرار انه السماح باموال التصدير الاحتفاظ بالمال التصدير وبعدين بيرجع بيقول لا 50% برجع بيلغي بيرجع بيصير اجتماعات بيرجع يعني بالاخير بالاخير مو هيك مو هيك بتصير يعني الامور الاقتصادية الامور الاقتصادية لازم يكون في خط واضح يكون في طريق في خرط الطريق يعني في بكل لحظة انا عارفان شو بدي يطلع وشو بدي يصير وشو وين رايح وكيف القرارات عم صدرها بهذا الاطار قد يقول احدا دكتورة انه لسنا قادرين على التنبؤ بالمتغيرات لانه المتغيرات ليست محلية وداخلية فقط هي متغيرات ممكن تكون عالمية اقليمية وبالتالي منا قادرين نبني خطة ونضمن مئة بالمئة تنفيذة ممكن حدا يقول لك او نحن اليوم نطلع قرار عندما نجد انه في رفض منه فمن التجاوب ومن غيره يعني قد يبرر هذا الموضوع من قبل القائمين على القرارات لا التبررات دائما جاهزة التبررات دائما جاهزة بس انا برأي انه اي قرار بدا يطلع لازم يكونوا مشاركين فيه اصحاب البصلحة او ضرر من القرار يعني الفئات يعني ما يكون القرار صنع فقط دوائر حكومية ما يكون فقط انه صنع موظفين القرار لازم يكون فيه فئات ناس انه متضررة او مستفيدة بكل الاحوال لازم تشارك بصنع القرار القرار ما لازم انه اليوم بالليل نمنا فقنا صبح على قرارات جديدة الساعة ناش بالليل فقنا يعني صدرت قرارات مختلفة بتأثر على حياتنا بتأثر على يعني مسار مسار كل العملية التنموية وكل كل شي بنقدر على الاقل نبقى فيه على قيد الحياة دكتورة لمياه اذا بدنا نحكي كي شوي بالطريقة البسيطة يعني بطريقة الناس فيه ناس بتحن لأيام ما كانت توقف على دور التموين بأيام الاستهلاكية على البون الورق بيقلك هذيك الأيام كانت أفضل كانت الدولة متحكمة بكل شي قادرة تضبط هاي الأمور المواد الأولية الأساسية موجودة ما حدا جاء ما حدا نقطع من شي فيه ناس بتقلك دفعنا ثمن هذيك المرحلة ولو تركتم السوق أنه يتوازن لنفسه لا توازن والأسعار استقرت بناء على العرض والطلب وبطلتوا بحاجة أنه تعملوا ضبوط بالآلاف كل يوم للمخالفات لا تؤتي ثمارة أي الرأيين ممكن يكون أقرب للصحة؟ هو التحكم بالأسعار هو جزء من نهج اقتصادي القيود على التسعير والتحكم بالأسعار هو جزء من نهج اقتصادي بيقول يا أما الدولة هي مالك وراعي وأب لكل المواطنين يا أما الدولة هي دورة منظم وموجه ومتدخل بحالات الضرورة فقط فهي النهج الاقتصادي ممكن نروح للنهج رقم ألف أو بي أو سي اللي هو عنا أي نهج أخده؟ بس نحن نحن بناخد من كل قطرة الأغنية من ناخد شوي من هون شوي من هون يعني مثلا نحن في عنا وضع اقتصادي يشبه الاقتصاد الحر مين يعني متحكمين بالاستيراد والتصدير فئة معينة من الناس بس نحن مصرين أنه نتدخل بالأسعار هل تدخل بالأسعار عم يؤدي للضبط الأسواق؟ لا نحن اليوم الأسعار يعني كلائحة تصدر هي بوادي والأسعار بالأسواق هي بوادي تاني مختلف تماماً لذلك أنه لازم يلتقى يعني نهج يعني فعلاً أنه المواطني يكون عنده ثقة أنه الدولة لما عم تسعر هالسلعة مثلاً بألف ليرة فعلاً وين ما راح بيأخذها ألف ليرة؟ أما بالسعارة الدولة بألف هو بيشتريها ألفين وحتى المؤسسات السورية للتجارة على فكرة السورية للتجارة نفسها ممكن تلاقي فيها أسعار ما إلا علاقة بأسعار الوزارة تموين أو وزارة التجارة الداخلية لذلك أنه موضوع التحكم أنا أنا اليوم اليوم إذا بدنا نروح للمبررات كتير صعب نقول أنه نحنا بدنا نرجع لعهد تحكم الدولة بكل شيء ونوقفها بالطوابير ونوقفها بالطوابير عفوا مشان من عندها نقطة تابعية يعني هذا حيكون سؤالي الأخير لحضرتك دكتورة ما هو الدور المطلوب من الدولة اليوم؟ الدور المطلوب من الدولة أول أول شيء إعادة ثقة بينها وبين الناس وبين الشعب يعني بينها وبين العموم من غالبية الناس أو عموم الناس ما بيصير أنه يكون الدولة عم تقول شيء والواقع هو بمحل تاني مختلف تماما هذا بزعزع الثقة لتعمله الدولة لازم تعمل كل شيء لتعمل مرة تانية إعادة ترميم لهالثقة المتهالكة يعني مو بس ضعيفة ضعيفة لدرجة فضيعة اليوم إذا بيطلع قرار بشغلة معينة بتوقعوا الناس عكسة تاني يوم بتوقعوا الناس أنه ليش لأنه ما فيه ثقة هاي الثقة اللي هي لازم تكون بين الحكومة والناس وهي بتأثر بالاقتصاد بشكل كبير جدا طبعا السقة هي السقة هو الاقتصاد السقة يعني اليوم العملة منين بتاخد قيمتها العملة بتاخد قيمتها من السقة البنك بياخد سمعته أو بياخد تداولاته وقوته من السقة فيه إنه هو كيف الناس بتحط فلو يعني مصرية فيه لأنه عنده ثقة إنه أي إمتة ما بدا بتاخد بتروح بتصحب المصري السقة هي أساس كل شيء إذا ما كان فيه ثقة بين المواطنين أو بين الناس والدولة أو بين التجار والدولة كمان بالضبط وعنا نجزء من المشتمع لا هنا فيه هنه فيه أو شريحة اليوم ما عندهم ثقة تجار يعني لما ينقال كلمة إنه قلة الشغل شغل هذا شيء خطير كتير كتير خطير بيأكس إنه معناها ما رح نشتغل شيء لأنه ما عندنا ثقة بنقعد نستنى ومنشوف فأول شيء وأهم شيء تعمله الدولة إنه تعيد ترميم الثقة لبلدة الفجوة التسعة كتير بينه وبين الناس شكرا جزيلا لحضرتك شكرا لهذا الرأي الاقتصادي اللي سمعتيني نتمنى هذا الكلام يصل أنتم يعني خبراء وقد تختلف الآراء ممكن لله حد عنده رأي مختلف تماما ولكن تجتمع الآراء بالتأكيد على نقطة نريد الأفضل لهذا البلد شكرا جزيلا لحضرتك الدكتورة لم يعاصي وزيرة السياحة والاقتصاد السابقة شرفتيني أهلا وسهلا فيك وينضم إلينا في الاستوديو أيضا الآن الدكتور عمر سالم وزير التجارة الداخلي وحماية المسالك الأسبق شرفتني دكتور عمر أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شرفت عنا هوية واضحة لاقتصادنا الحياة مفترض موجودة الواقع كان قبل المؤتمر القطري العاشر يعني 2005 كان اشتراكي اشتراكي بالمعنى القديم للاشتراكية طبعا لأنه هلأ بنحكي شوي بس الاشتراكية تغيرت شوي هلأ يعني في دول أوروبية اشتراكية أو غربية بالمعنى الأصح بمؤتمر العاشر تم تبني اقتصاد السوق الاجتماعي هلأ الحقيقة نائلة كبيرة بغض النظر عن شو الأفضل وشو الأسوأ هلأ رح هلأ بنحكي يعني فهون تعتمد آلية السوق يعني العرض والطلب وغيره بتنظيم الأسواق وبالمقابل في عندها مسؤولية اجتماعية تتمثل بالدعم الواقع انه هاي بدها آليات يعني اذا نرجع لورها شوي بعد المؤتمر القطري اجت فترة تم الغاء وزارة التجارة الداخلية وكان اسمه وزارة التموين صحي ألغيت وألحقت بوزارة الاقتصاد فألغي موضوع التموين والدوريات وإلى آخره طلع شي اسمه هيئة منع الاحتكار وهيئة منافسة ومنع الاحتكار يعني بما معناه انه الدولة ما رح تراقب الأسعار ولا رح تفرض الأسعار رح تتركها للتنافس بالسوء وبالمقابل بتحارب شي محدد اللي هو احتكار وهيك شي هلأ الانتقال هاد بحد ذاته بغض النظر عن تقييم يعني أي أفضل هاي بتختلف عليها الآراء بكل العالم ولساتهم اللي هلأ فيه اختلافات بدها أدوات يعني واحدة منهم قصة الدمج وقصة الهيئة اللي أنشئت بس الواقع أنه هون لازم نكون شوي يعني عادلين اجت الحرب علينا بنصها فما استكملت أدواتها كلها اليوم بالدستور دستور 2012 ما بينصها على الاشتراكية بغض النظر عن مادة تامنة وهيك شي بس ما بينصها على الاشتراكية بينصها على العدالة الاجتماعية فاليوم لسه الهوية شوي الهوية الاقتصادية السورية بقدر أقول أنه رمادية الدستور طبعا ما بيحدد كل الهوية الاقتصادية بيحدد ملامح ملامح وأسس يجب تقيد فيها بكل القوانين والأنظمة والقرارات اللي تصدر الواقع أنه إذا طلعنا شوي بالعالم يعني هون فيه شغلة لازم عقب عليها الحقيقة أنا بعض التصريحات سواء كانت لمحللين اقتصاديين أو لمسؤولين في الدولة بلاقيها كتير مستفزة مستفزة مو بالمعنى العاطفي بس بالمعنى حتى العلمي يعني مثلا لما يصدر تصريح عن وزير ما بأنه آن للعالم للناس يفطموا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل آلا جمكون شو يعني يفطموا يعني يبطلوا مع تمدين على الدولة بالكامل بتأمين احتياجاتهم أتصورك بالتصوب بس هو بعمرة ما كانت الدولة بتبني كل الاحتياجات بالكامل يعني حتى بالسبعينيات إذا بدنا نرجع يمكن الفرق الوحيد كان في عدد أكبر من المواد مدعومة مع كارونا وزيت وإلى آخر بعدين قال له شوي الواقع اللي بدي يقوله نحنا ما لازم يكون حلولنا وتفكيرنا ناتج عن أن يقعد أنا إصفون بالبيت ويمسيك ورقة وقلم وفكر بالمشكلة وفكر بيحلة طبعا لازم أعمل هيك ولكن بدي شوف العالم شو عم يساوي يعني ليش أنا قلت قبل شوي الاشتراكية بالمعنى القديم ما عادت مثلا هي ما في ولا دولة فيها يعني اليوم مثلا أكتر الدول كانت اشتراكية هي أوروبا شرقية اتحاد سوفيتي الصين اتحاد السوفيتي اليوم لا اقتصاد حرب الكامل الصين ما تزال شيوعية بس الحقيقة الصين عندها نموذج خاص فيها لا يشبه أي دولة في العالم بمعنى أنه عندها الصين تتميز بهيكلية بهرم واضح يربط قيادة الحزب مع الدولة مع كل شي عندها تستخدم آليات السوء بكل شي ولكن الدولة في بعض الأمور هي بتمتلكها بعض المصانع في بعض الجباري بتمتلك حصة منها لأنه بتكون استراتيجية لها تسعير هلا كنت عم بحكي قبل الهواء مثلا كان في عام التنين من كم يوم فأجت الحكومة الصينية أخذت المواد اللي أكثر طلبا في في احتفالات عام التنين هو هذا العام عندهم كله بيبدأ بعشر شباط بتصور بالسنة الجاي اسمه عام التنين بالضبط بس أنه عم بيأخذوا الاحتفالات شو بيعتازوا الناس؟ شو بيأكلوا الناس مثلا مثل عيد الشكر بأميركا بيأكلوا بيكرومي بالصين في أنواع من الخنزير في شغلات معينة إجوا هدول كلهم فرضوا السعر الأعلى لها ولمدة أسبوع فقط أنه ما بصير حدا يبيعه بأعلى من هيك حدد السقف حدد السقف ولو أنه في اقتصاد حر فهون نقدر نقول اقتصاد حر ولكن بسلطة منظومة اشتراكية وكل ما لعم تتدرج وفيه عندهم حتى نوع من التقييم الدوري لهالكلام للانتقال المرحل حتى هو لأن كان بطيء بالضبط هلأ بنجي لفكرة الدعم ما في دولة بيقدر إليك إيها بكل دقة وهذا اللي كنت بتمنى أن العالم تقرأ قبل ما تصريح هون بترجع بتقصد وزير شؤوني لا لا مو بس الحياة أكتر يعني حتى في وزراء آخرين وفي ناس حتى من يعني للأسف بالمجلس الشعب في ناس حتى بتحسن بماسكين تسويق للحكومة أكتر من أنه لا بيهمني اللي بيسيب ولا بيهمني اللي بيهاجم المسألة كتير لازم تكون بعيدة عن الشخصاني بعيدة عن الكراهية والحب هد الشارع لما يغضى بحق معه يعني أنا مثلا من واحد الناس كتير كنت أجتم وما كان يزعجني هذا الكلام وكتير ناس قالوا لي حاجة تحكي اختفي عن لا ما عليش حقهم هون مو هون القصة أولاً أذا بتعمل دراسة بتلاقي أنه ما في الدولة بالعالم ما عندها دعم كل الدول كل الدول على الإطلاق هلأ تختلف الدول بيديش نسبة الدعم من الناتج المحلي على سبيل المثال دول اللي بسموها OECD المية المنظمة اللي عاملينها اتحاد الأوروبي مع الشرط الأوسط البحر المتوسط وسطياً واحد ونص بالمية من الناتج القومي بيروح دعم مباشر و 2.2 بيروح دعم غير مباشر هلأ بشرح شو الفرق بينهاتهم نطلع مين أكتر دول فيها دعم دول اسكندينفية هي بتدعم على الإطلاق بتدعم كل شي هلأ بقى هون كيف بدعمه في كذا نوع دعم في دعم مباشر للمزارعين على سبيل المثال بدعم المزارع كيف قديش بيبيع هو من فواتير بيعه بتفعوله بونس له كذا يعني بيع بنادورة الفليرة بتفعوله حافز بشان يظلوا عمينتج بأعوام لما يصير فيها كساد لبعض الأمور بيدفعوله تعاولية عنها بشجعوا أكتر ايه في منهم بيدفعوا يعني 50% من فاتورته على سبيل المثال كوريا الجنوبية اللي هي دورة رأس مالية مزبوط نعم تدفع 50% من فاتورة فاتورة البيع تبع المزارع بالنسبة للمواطن هون صفي نوع من الضمان الاجتماعي كمان هذا في مباشر وغير مباشر من زمان كانت كتير أغلب الدول يعني هلأ نحن وقت نجي نقول هذا كمان تصريح داخل الحكومة أنه نحن نظام الدعم تابعنا سيء كان الماضي سيء الحقيقة عم يكون عم نشتم حالنا هو ممكن كان نظام دعم هو المعمول فيه بكتير من دول العالم بوقت معين بعدين لقوا أنه بيفتح الباب أمام الفساد والسرقة فغيروا انتقل من دعم السلعة وانت تختار السلعة لتدعمها لدعم نقدي ليمكن غير القادر من شراء اللي بده يا اللي بده يا فأولا في دعم بتأسم مثلا الفرد هو قديش بحاجة هاي اللي بزمانه كتير عملوها مجال المصخرة وقت أنا قلت كالوريز زي بتتذكر هي الحقيقة هيك هي عالمية أنا ما أخذتها مو اختراعي يعني بيحسبوا قديش بحاجة لأكل باليوم والأكل حتى ضمن الحاجة بيحسبوا قديش بحاجة لبروتينات ولحوم كوجبة غذائية كوجبة غذائية قديش بحاجة ل سكن تدفئة لبس إلى آخر قديش هو دخله وهم بياخدوه على دخل الواحد مو شكراع مو بالمجمل أنه اللي عنده سيارة ما أحب شو بيسي لا بتاخد هيك هالي ما بيقدير بيكملولو ياها هنه هلأ المقابل في دعم غير مباشر لنفس الأشخاص إذا كانوا هالأشخاص ما لن عم يدروا يصرفوا يأمنوا احتياجاتهم نتيجة عدم وجود فرص عمل بيأمنوا لهم تدريب أو بيدعموا لهم تدريب لهم يدروا هنه يدربوهن ممكن يروحوا ويدفعوا لهم تدريب اللي بيعطيه مهارات تخليه توظف بيدفعوا كتير للبحث العلمي تحفيز وخاص عام ما بيهم بيتفعولوا لل البحث العلمي هلأ الطب مو كل الدول تعمل طب مجاني على سبيل المثال سويسرا هي من أكثر الدول بالعالم اللي بتدعم في عندها دعم الطب فيها مو مجاني على الإطلاق بس هي فيها تأمين إجباري غير المقتدرين تدفع له نسبة من قصة التأمين يا مية بالمية يا خمسين بالمية يا عشرين بالمية حسب دخله فهون فيه دعم مختلف فيه دعم لصناعات معينة فيه دعم نقدي فيه دعم فهذا هو دعم مدار بطريقة يعني ما يتسرب أيوة يعني يشير إلى النقطة مثل الليزر بيوصل على نقطة محددة وبعالجها بالضبط عنا كيف تدار آليات الدعم هلأ المشكلة أنه نحن لساتنا متمسكين بالدعم القديم اللي هو دعم السلع رح أعطيك مثال هلأ كتير للناس عم تحكي فيه هو الخبز هلأ نحن مثلا بدنا مليونين وميتين ألف طن تمام من أمح كل سنة اللي نحن أنتجناهم بحدود سبعمية وشوي ألف عم نستورد الباقي وحتى اللي أخذناهم من هون فيه كلفة طحن وكلفة كذا كذا الفرن الخاص اللي بيبيع مدعوم كان يبيع ميتين ليرا قديش منعطي الكيس سبعين ألف ملكيس عفوا الطن الطن هلأ قديش طن بالبسو تكلفته أو عمي بار ملايين ملايين فهذا معناته فرد كبير لو كان قديس بده يفكر أنه يوفر الشي إما عن تخفيف سعر الربطة نفس الشي كمان إذا نفرض فرن بده يكون فعلا هالإنسان مستقيم مستقيم على الآخر رح يخسر لأنه هلأ الفرن المستقيم على الآخر بيخسر أنا بقدر أكد لك أنه ما في فرن مستقيم ما في محطة وقود مستقيمة أتحدى كلهم خالف لأنه محسوبة عنا يعني إحنا مثلا عملنا كذا مرة نحاول ندعمهم ترتفع التكاليف فمثلا قدمنا لهم خميرة أول شي جزء من خميرة مجاني بعدين زدنا بعدين قدمنا لهم كياس نايلون ما ندري شو قدمنا لهم مع هيك الحقيقة هي دون تكلفتهم هلأ بيجيك مشكلة أكبر وهي أكيد حضرتك بتلاحظها كتير لما يتصلوا فيك مواطنين من الريف وزن الربطة بالريف معدم صحيح خمسمائة جرام وإلى آخره ليش لأنه خسران هلأ هون بقى وجهة النظر داخل الحكومة بتختلف بين شخص وآخر أنا كشخص ما زلت قبل ما استلم وزارة أصناها وبعدها مؤمن بتحويل دعم إلى مبلغ وقلته وقلته ووانجز ودراسة موجودة موجودة من زمان كتير عند الحكومة ما كتير حبذوها ليش الحقيقة ما أخذت نقاش يعني مثلا دراسة 60 صفحة بجيني من إحدى الوزارات أنه ياريت شوي التفصيل أكتر نحن واصلين بالتفصيل لأقصى ما يمكن يخطر بالك طلعا هي عمليا أنه ما بدي ساوية مو لأنه في سوء نوايا يعني أنا أبلست الوزراء الحقيقة بغض النظر مو إلا أني كنت وزير بس كتير خاطئة مو لا وزراءنا مو ما له الناس ضد الشارع وضد الشعب أو إلى آخره بس أحيانا وهي يمكن طبيعة بشرية وطبيعة شوي عنا ببلادنا أنه أنا بأخذ الأسهل إليه بقعد بحسب هلا على هون عم بحكي عن وزير المالية بقعد بحسب أنا إذا ساويت الربطة بمئتين ورفعت المازوت من سبعمائة لألفين للأفران رح وفر من العجز كذا وبقدر أصرف زيادة رواتب بهالمبلغ طيب السؤال المهم سواء قرار وزير مالية هي قرار لا إلا كيف يصير هي آلية صنع القرار والآلية سليمة بس حسب المعلومة يعني قرار لما يطلع من تحت لفوق بيطلع بناء على أرقام وصاحب القرار اللي أعلى بده يطلع على الأرقام الحقيقة مو شغلته يعني سواء كان رئيس مجلس وزراء أو سيادة رئيس الجمهورية ما بيقدر إنه يعد يفوت بتفاصيل كل شغلة وإلا ما بيكفي 300 ساعة باليوم فهون مشكلة إما من اللي أوطى من الوزير للوزير بالأمور الهامة الوزير لازم يعطي أدماء كاما وقته وكمان وزارة مظلومين بهالنحية إنه نتيجة كثير شغلات بيروقراطية وغيره بيضطروا إنه يفوتوا بمليون قصة بوزارتهم ما مفروض إطفاء حرائق يومية بما معناه يعني فهون هاي تبع أنا وفرت هالآت رفعت معاشات طيب يا ترى كل المواطنين اللي بيستحقوا الدعم هني عبارة عن ناس موظفين بالدولة لا في عالم بحاجة دعم وليست موظفة كثير هلأ بيجيب مثلا واحد من المدراء طيب بس هي الدولة هلأ عم تدعم لموظفين مثلا غيرت اسلوب الدعم رفعت الرواتب لنقول زادت لك الراتب أوكي زادت سعر الربطة بس قالوا لك لسه الربطة مدعومة ولسه الأدعم طبعا هي مدعومة كتير هذا يعني بالنتيجة هذا إلى متى سيستمر يعني هاي فكرة أنه أنا دائما ذكر أنه الربطة ما تزال مدعومة بهذا الرقم وأنا عم برفع الدعم يعني يقال أنه رفع الدعم تدريجي عم بيصير هلأ لأنه كلفة تقريب 8000 ليرة اليوم إذا هنه 800 أو هيك شي هيك حاسبينها بس هيه يمكن أنا بظن أكتر عندي الأرقام اللي كانت وقت تقدمت الدراسة ما فينا نوصلها هيك إذا ما عوضنا كاش ما فينا نوصلها المشكلة إنه الرفع من 200 ل400 صحيح هو 100% بس هو ما وقف في سرعة يعني اليوم هاللي عم بيعها ب400 هذا التاجر بيأخذها بألف وبيبيعها ب3000 و5000 يعني بزمانه هاي كانت نقطة خلاف أنا طرحتها على المحروقات نفس المبدأ تمام أنا جيت قلت إنه نحن المشتقات النفطية اللي عم نستوردها صحيح نحن قبل الحرب كانت من عنا ولا استيراد بس هي بالواقع كافية ما لازم يكون في شح شو أخي شو عم تحكي أنت قبل الحرب كان في كنا نستوقع كنا نوزع هالأد وهلأ مدري إيش قلتنا لا آسف أنتوا نسيانين كان بقرية دمر الإرهاب نسيانين قديش في ناس استشهدوا قديش في ناس سافروا قديش في منشآت دمرت أو سكرت هذا كله قصف جاء عليهم من يعني هاي الكمية من المزوت مفروضة تكفي مثلا من بقي من الناس ومن بقي من منشآت بالضبط أنا بقدر بدون دراسة بدون أرقام لأن الأرقام إذا ملاحظ كتير متناقضة بين بعضها في حدا منشآت أو فرد بده أي كمية مازوت كانت من خمسمائة لتر لأربعين ألف لتر ما بقدر يجيبها بنص ساعة إذا بدفع حقها بسوق السوداء لا أكيد هي مو مهربة معناته شو معناته مسروقة من عنا مع مقول موظف الدولة اللي عم يسرقها بس هون نرجع المحطة ليش قلت كلهم ما في حدا مستقيم محطة الوقود بالعمولة اللي يوم بضى وبناء على حساب التكاليف وهذا معمول بوزارة التجارة عاملين حساب التكاليف يعني ما عم يجيبها من عندي خاسر طيب معناته أنا عم قل له سروق نحن لما قدمنا دراسة أنه لازم رفع العمولة ومن مقابل التشدد كبير بالمخالفات كان جواب وزارة المالية أنه مزبوط مع أنه على فكرة مندوب المالية كان معنا بالدراسة بس جاوبتنا وزارة المالية أنه طالما ما في ضمانة أنه ما يسرقوا ما رح نرفع العمولة طيب هون بقى الواقع ما بدي كتير جميل الواقع نحن عم نقول له سروق لما أنا أعطي أقل من تكلفته أقل من تكلفته معناته أنا أعمل له سروق هذا بينطبق على كل شي بينطبق على الموظف بينطبق على أي حدا الخبز عم ينسرق يعني أعطيك رقم هلأ وقت نرفع الدعم عن بعض عن شريحة معينة واحدة من المعايير اللي كان تم على أساسها هي اللي موجودين خارج القطر طيب كل اللي هاجروا من الشمال وإلى آخرية هلول ما طلعوا بشكل نظامي يعني وزارة الداخلية ما بتعرف أزهن قيود موجودة ومحسوبين من ضمن الكميات اللي عم تدفع عليها الدولة دعم يعني في ناس عم ينحسب حسابها بالدقيق التمويني كعدد ولكن هذا العدد غير موجود على أرض الواقع بالضبط يمكن فيك تحزف هلأ إذا بتدقيق بهالقصة فيك تحزف بين 30 لـ 40% ناس ما لهم موجودين وعم بيأخدوا دعم و وكمان عمام بحكيها عشوائيا لأنه كمان ما عندي وسيلة تأكد منه هلأ أقول لك في وسيلة سهلة كتير بس نحن أغلب الضبوط لما عم نشوف اللي عم يجمعوا بطاقات إما ناس أغنية بزمانه قدموا بس ما بيهمون بيعطيها لبواب البنائة وذلك بيجمع وذلك بيجمع وبيجمع بيبيع أو ناس من مناطق اللي صار فيها نزوح أو هجرة بقيت بطاقاتهم هون وعم تستخدم للتجارة طيب لو نحن مثلا على سبيل التجربة إذا حطينا بكل فرن دولي ما بدي خاص جهاز تبع البصمة وعلى فكرة كل واحد تطلع بطاقة باصم وطلعناها بصمنا كلنا إلكترونيا يطابق هاي البصمة هاللي ما إجا بصم معتا مو موجود مرة وحدة مرة مرة بس لا أحصب أحصاء يا أخي روح يبصم عند المختار ما بيهمني مرة وحدة مثل ما بصمت أنت مرة بشان البطاقة تبصم مرة لا تأكد أنك أنت موجود الواقع اللي بدي أقوله أنا الحقيقة دعم العالم ما بيتم بتوقع أنا أتوقع ميني بحاجة للدعم لأنه لا يمكن أنا أكون صحيح بتوقعي نحن هيك بنشتغل هون إيه إنه مثلا اللي عنده سيارة قبل موديل كذا بحق له اللي بعد موديل كذا ما بحق له بغض النظر حق هاي ولا هاي ولا شو ما كان نحن بكل بساطة العالم شلون بيشتغل هاللي بده دعم بيقدم بيقدم إلكترونيا أنت بتخليه جاوب على مجموعة أسئلة ويقدم معها شي وبالتالي بتطبق عليه معايير أيضا أيوة بتضبط مثل ما قلتلك بالبداية قلت لحضرتك أنه منشوف قديش كلفه هو الحياة الأساسية الكريمة قديش هو قادر يؤمن منه الباقي بدعمه فيه بس طبعا أنت ما فيك تقطعهم هلأ وتقول من هون لا منتري كم شهر ما رح أدفع دعم لحدا وبعدين منشوف لا لمشي فيها بالتدريج يا سيدي هلأ إذا بدك عطي مبلغ لهاللي آخدين بطاقة بالبداية بس حط مدة زمنية أن العالم كله اللي بده دعم أنا بقلهم بعد مثلا ستة شهور رح يوقف هذا الدعم بدك قبل من هلأ لستة شهور بتسجل بتفوت بتسجل ولادك وين بيشتغله يعني أنا إذا أبني بيشتغل بموظف لنفرض منظمة دولية أو بأوروبا كذا فيه لحساب هاي وقتها بيكون الدعم مخصص للشخص ومخصص حسن وضعه للتأكد للأعداد الهائلة من الناس اللي ممكن تتقدم والتأكد من كل المعروبات لازم يقدم شيء يعني أنا بتأكد نه الشيء ولازم يقدم شيء وهذا على فكرة تصدقني بكل العالم موجود وقت كنت حضرتك وزير للتجارة الداخلية وحماية المسهلك يعني كان الوضع ما أنه بأفضل حال بكل الأحوال لا طبعا اليوم الوضع أسوأ أم أفضل مما كنت عليه حضرتك لا الحقيقة أسوأ من أي ناحية هلا أول شيء بدر أقوله أنه فلتان الأسواء شوي صار أكتر ما عملهم الوزارة بحد ذاتها أو الوزير هي عوامل مختلفة مجموعة عوامل واحدة منهم موضوع التسعير اللي هي كثير صعب حاليا مو صعب مو أنه لازم نطلع من التسعير يعني أنا أنا مالي مع اللي بيقولوا أنه لازم الدولة تسحب إيدها وتترك المنافسة هذا الكلام فاضي مو ببلاد مثل بلادنا وحتى البلاد يعني على عيني لما تعيش بسويسرا أوكي في مليون مصدر لنفس الشغلة وفي عندنا هذه المنافسة وفي عندنا قطاعات يعني بدنا نقول محتكرة من يعني ما حدا بيشتغل بها الشغلة إلا فلان وفلان فأنت ما عندك منافسة ما في كثير منافسة بالضبط بس بالمقابل في أشياء هي بتخلي الناس تخالف برضو على سبيل المثال أنا إذا كنت شخص بيستورد مادي اللي بدك يا رز سكر اللي هو في وزارة المالية بتصدر شيء اسمه سعر استرشادي نعم يعني هي مفروض ما تتجاوز هالقد نعم أوكي أو ما تقل عن هالقد نعم طيب بتطلعوا ما بكفي تطلعوا هدا بدك تعملوا اوب ديت كل يوم لأنه بيجي المستورد وصارت أنا عم بحكي عن شيء صاير ارتفع سعر هالمادي برا جاب سعر مرتفع قدم فاتورة للجمارك بيقول له لا نحنا ما فيك تقدم أعلى من هيك وفي منهم حولوهم لأنه هاد أنت عم تقدم سعر عالي بشان تطلع دولار أكتر لبرا واني حكي كله طيب هو راح أدام سعر مخفض يعني معناته كذب بيجي لوزاع التجارة الداخلية بيقول لهم هاي بيان جمروكي تبعي سعروا لي يا وزارة التجارة إذا بدي سعر له على سعر الجمارك ويحسب له نسبة الربح القانونية إذا باع بدي يكون خسران فهو حتما راح يعمل فاتورة بسعر والواقع بسعر تاني والصغير التاجر الصغير ما بيقدر يخبر عن الكبير لأنه هداك بيروحه من السوق فتنة بفوته التاجر اللي قدم لنا سعر حقيقي وقبلناه وسعرناها صارت معنا بإحدى المواد إجا قلت لنا أنا بدي يعني إحنا القانون بيجبرنا نقدم نسعر بناءا على كلف حقيقية طبع قدم لنا الكلفة غير اللي مقدموا على الجمارك جملنا الفاتورة هي أغلى سعرناها وأعلمنا وزاعة المالية بنروح وحصلوا الفرق مننا قصة طويلة عريضة عملوها من كم شهر وهذا يعني إنه صار بقى خارب الاقتصاد الواقع لا أنتو هيك عم تعملوه أنتو يا أما بتلغي السعر الاسترشادي بتخلي الموظف يدور على الويب بالبورصة وكل مادة إلى بورصة وفي شيء معروف يعني مثلا وقت تحكي المواد الأساسية مثل مثل أمح وسكر ورز ودول هدول قلنهم بورصة معروف فوق البورصة لأنه أنت ما بتشتري كتاجر ما بتشتري من البورصة نفسها بتشتري من واحد شاري من البورصة في شيء بسموه هون عنا بريم هو برايم معروف بين تجار بقولوا له بريم حتى مثلا 100 دولار معروف تبعا سوريا 100 دولار لهذه المادة هاي المادة 120 كذا طيب بتشوف أنت سعر البورصة اليوم الكلفة الحقيقية وبتحط له يعني طيب شو مانع المالية أن تتعامل مع الكلفة يعني له منطق الدولة هو الذي يعمل في المالية أنه أن لا تجب أن يكون الأسعار لا ما هنه ما أصدن هيك شو أصدن؟ هنه أصدن أنا بدي أطبط العالم طيب لك تطبط العالم شلون الجواب جاهز هنه رح يسعروا أعلى بكل الأحوال يا أخي خليني سعروا نصاح لا أقدر حاسبوا نفس الشي هنه بيعرفوا أنه رح يتسعر أعلى وبيعرفوا أنه في عالم حتى تسرق بسيطة من الحشة على وزاة التجارة الداخلية منروح منقول يجب على وزاة التجارة الداخلية تكسيف الرقابة على الأسواق هذا كلام فاضي آسف يعني كلام فاضي تماما في في توجه كمان أنه خلينا نقلل الاستيراد ما بيصير شيء اسمه أقل الاستيراد في شيء اسمه حاجة لازم غطيها بدك تحافظ على قيمة الليرة كتر التصدير بس كمان التصدير لحتى يكتر بده استيراد بدك تخفف الكلف إذا آلية التمويل تبع المستوردات بما فيها المستوردات الصناعية هي بترفع السعر بين 30 إلى 57% آلية التمويل آلية التمويل المصرف المركزي كيف أنت متوقع أنه أنا نافس بالأسواق العالمية أو حتى المحلية حتى العربية ليش اليوم المادة المهربة من لبنان لسوريا سعره أرخص من المستورد نظاميا أو حتى من المنتجة في سوريا ليه هداك اليوم أنا بقدر أكد لك بعثت للاختبار مرأة الدجاج ماجي بالسومرية حق نص سعر أي محل بدك يا نص تمام هذا ينطبق على كثير من المواد هذا ينطبق على كثير من المواد معناتها لازم دور أنا بالكلفة لأ ولازم نسأل ما يغطى من السلع المهربة الأسواق مليئة فيها عم بتغطي جزء من الحاجة هاي ليش ما اخترت طريق قانوني أي وقت مسلك طبيعي لألة دوما الحجة بنا نحافظ على قيمة الليرة أمام الدولار طيب هاي ما عم تتمول دولار وهي عم تتمول بدولار سودا صحيح لا مو هيك مفروض طب دكتور بيختام هالجولة اللي حضرتك عملتها أنتم كوزراء كصنع لا ما بعرف إذا من خلال حديث حضرتك بستشرف أنه وزارة تجارة الداخلية هي الحلقة الأضعف في الاقتصاد السوري يعني أنه يرمى عليها الموضوع لأنه في الواجهة لا لا ما بدي أقول الأضعف بس بالمقابل هي لها دور إما بتأثر بدورها أحيانا أو لا يأخذ كثير بدورها من يحاسب كل وزير أو اقتصادي أو شريك في صنع القرار على قرارات اقتصادية تخذت بسنوات سابقة أثرت أو ما تزال تؤثر لغاية اليوم على الاقتصاد وعلى حياة الناس شو هو نوع المحاسبة يعني مين بيراجع محاسبة معنا من يراجع هذه القرارات من يراجعكم فيما قمتم به عندما كنتم في الصور هون في ثغرة هلأ فيه جهاز مركزي الرقابة المالية مثلا بيشوفوا العقود اللي صاري أنه نظامية ولا لا جهاز مركزي الهيئة المركزية الرقابة والتفتيش بشكاوي بتجي بس القرارات الخاطئة ما بتظهر بالوراق ما بتظهر بالمالي هون مفروض يكون في تقييم في أسس قياس إيس أنا شو ساويت ارصد شو أثر وهي الحقيقة مفقودة بشكل عام مفقودة بمعنى أي تمام أنه أنا وقت برفع سعر مادة معينة هاللي دولة عم تتحمل كلها في تبعها يا ترى شو هي الشغلات اللي رح يتفع سعرها أنا المبلغ اللي وفرته رح يتغطى ولا رح يروح بشي تاني وعلى المدى الطوية وعلى المدى الطوية وعلى المدى الطوية وإيسا كل فترة لازم يكون عندي قياس بشكل دائم وهي لازم تكون الحقيقة متفرغة لهالمسألة بس قياس ما تبدي رأيها بالقرار بس كل قرار مهم بمثل الاقتصاد بشكل عام يجب قياس آثاره هاي مفقودة هاي اللي قلت لك الصين يمكن تكون أقوى دولة فيها أنه عندهم تماماً قياس وبيحددوا في حجم التدخل تبع الدولة بناءً على شو عم يصير هاي في نقطة كتير هامة يمكن لكل أهملها هي هجرة الشباب تعرف ألمانيا اليوم صرحت أنه هي تفقد من يومين ثلاثة صرحت ألمانيا أنه هي رح تفقد مكانها كوحدة من أعظم الدول الصناعية بسبب مو هجرة عندهم طلاقص عدد السكان قلة الشباب أنا عم بفتخر أنه جامعاتي عم يتحسن تقييمها وتصنيفها بس الحية عم تشتغل للرئيس لبرة مجاناً درسوا ليروح لبرة ما عملوا من اللي راح شلون بدي يا هون شلون بدي يتمسك فيه هون البلد اللي في عنا قرى عدد سكانها صار لا شيء بسوريا هذا بدي أدرس أنا القرارات شو أثرت على ديموغرافيا كمان مو بس أثرت على شو عملت بيه قديش راحوا شباب قديش راحوا كذا هي كتير مهمة مراكز دراسات مكتب مركزي الأحصاء مراكز مختصة استشارية أيوة لتحديد وقياس المؤشرات لوضع بيانات تبنى على أساسها القرارات الاقتصادية يعني لا تنزل لغاية اللحظة من حضرتك عم تقول اليوم الدولة بتحسب أحساب هذا العدد من الناس دون التأكد أنه هذا العدد من الناس موجود أو لا تماما ببساطة بكل بساطة وبكل القطاعات عم يصير كل شيء فنحن اليوم صحيح أنه صار الدعم المبلغ الدعم مو الدعم كمبدأ مبلغ الدعم صحيح صار عبق كبير على الدولة لازم أول شيء ادرس قديش منه مهدور وبعدين ما فكر بإلغاء الدعم لأنه سيادة الرئيس بخطاب القسم 2007 قال اللي بالديانة نلغي الدعم يروح على مجلس الأمن ياخد قرار تحت البند السابع وجعل الخطاب موجودة سيادةهم ضد هالفكرة بس لازم إلغاء الهدر تبع الدعم اللي هو صار حاليا أكبر من الدعم وتحديد أي نوع من الدعم هو المطلوب للمرحلة ومن هم الأولى بهذا الدعم بكل الأحوال بدي أختم بس هاي بكلمة واحدة بالإدارة في شغلة كثير أساسية للتقييم الأداء يجب قبل الأداء وبشكل دوري مثلا كل ستة شهر أنا كموظف ولا مدير ولا شو ما كان ولا وزير حط قدامي أهداف محددة بالأرقام يجب أن تكون سهلة قابلة للفهم وقابلة للقياس ما بكفي أن أقول أريد أن أنهضب المدرمين هذا كلام غير قابل للقياس وهذا مطبق برا أو بدنا نعمل أو بدنا نعمل جهدنا أنا بدي أعمل مثلا أنا اليوم عندي لنفرض عشرة آلاف مخالف بالسنة أي عن بسطة كتير شرطة مرور عندي عشرة آلاف مخالف بالسنة أنا هدفي كمدير إدارة قلصهم لثمانة آلاف لأنه العالم التزموا أكتر بدأت تعطيني الرقم ما بيكفي تقول لي بدي يخفف هلأ للعكس للأسف في منهم بيقول لك هالسنة أكتر المخالفات صحيح شو ما حبيبي معناتك فلتاني يعني هاي القصة شكرا لتلبيتك شكرا جزيلا شرفتنا وزير وزير تجارة الداخلية وحماية المسالك الأسبق دكتور عمر سالم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك المختار مع باس المحرز إعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة المختار من الأحد إلى الأربعاء الثالث عصرا عبر المدينة أفأم وتلفزيون الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر